الشيخ أرجو أن تستقر وتهدى قليلا وأقول هذه الأبيات الشيخة ولا تخشى منها أولاد حقيقة أولاد شاء الله أو جهلا نعم أحسنت أحسنت الله يعلم من هم الجهل ولو أعطاك ربك ما تمنى عزاد القلق في عظم ليري عمر على ما يقول يا شباب هو يريد أن يشتم فضيلة الشيخ وهو الذي دخل معنا في أول الحلقة أعرف بقولها اللهم جعلك عمر العرب العالم فالحمد لله جاءت من ساقط ابن ساقطة فعل ذلك لأنه سب أنا أقول ذلك قاصد وسبه يقول لي عمر أتى بالتنخاء فقلت لي يا كذاب يهدني الكذاب هات الإسناد هرب فأتى بواحد نصح مسلم وبينطله المعلومة وانتهى لأنه أصلا أجهل من بعيد البلاد وأيضا أنا بإذن الله حياتي إبادة لهؤلاء لأنهم يصبون أمنا يلعنونا آبا بكر يلعنونا عمر كفروا الصحابة إلا ثلاثة أو إلا ثلاثة عشر طبعا العز والتمكين لنا القرآن قالوا هذا محرف يعني لا دين أصلا لا دين في هذا الباب فهم قومة يعني أبو عمر بن العراق تفضل تفضل طبعا مش أبو عمر ولا شيء يعني تفضل أبو عمر يمو عمر معه فيش مشاكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بتحية الإسلام أحسنت يا شبيه عمر خلقا وخلقا يا رب تعالي ساكدر عمر يا رب وسيفن بطالا عليكم مشاكلة تقولي بأن القرآن محرف والآن أمام المشاهدين سأذكر لك من البخاري من البخاري أن البخاري يعتقد أن القرآن محرف وأن الألباني يعتقد أن القرآن محرف أنا بسمعك أخرج البخاري في الجزء الثامن رقم الصفحة 113 طال في باب الشهادة لكون عند الحاكم في ولايته طال طال هذا صحة قال عمر العبد الرحمن بن عوب لو رأيت رجلا على حد زنا وسرق وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجلا من المسلمين قال صدقت قال عمر لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لستبدو آية الرجم بيدي أين آية الرجم يا شيخ يا شبيه عمر خلقا وخلقا ممتاز تسمع الآن مش ساعد يا مؤدب يا مؤدب أنت قلت سألت سؤالا سأجيبك يا غبي يا جاهل اسمع أول شيء الآن عمر قال بذلك لأنها منسوخة منسوخة تلاوة ولما جاء المسلك يتكلم لابد يعرف أن هناك باب كامل اسمه النسخ في القرآن وعلى أربعة أنواع نسخ تلاوة ونسخ تلاوة اسمع اسمع عشان تتعلم اسكت اسكت عشان تتعلم الآن قلت لك أصلاف أربعة نسخ التلاوة ونسخ الحكم نسخ التلاوة دون الحكم نسخ الحكم دون دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم الشيخ والشيخة فارجمهما البتة ولذلك الشيخ الزاني الذي هو أحصن عليه الرجب وهذا يؤكده السنة بذلك يشير إلى هذا الحكم الذي نسخ تلاوة قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيل الثاية 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 بجلد ماء والرجم إلى الموت فأنت جاهل بالناس تتكلم وانت جاهل يبقى عمر في هذا الباب يقولون زاد أو ما زاد عمر أراد أن يفاهم الناس حتى أنه خطب وقال رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمته وده بإقرار الصحابة وإجماع الصحابة فلما تكون متخلف عن العلم لا تظهر جاهلك بهذه الفضاغة المسأل أن هذه الآية منسوخة تلاوة سابت حكما وأكد ودل عليك مقال الشفعي أن السنة مبينة لمنسوخ في الكتاب ولا تنسخ الكتاب قال قد خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيل الثاية والثاية جلد ماء والرجم نعم أيضا حسين من الجزائر يكفينا من جاهله حسين من الجزائر تفضل نعم تفضل حسين زلزلة لأنهم شياطين إين يا عمر ويقول إن الشيطان ما رأاك سلك تفجل إلا سلك فجر فهم شياطين فلذلك يفرؤون ويرتعدون من عمر بن الخطاب رضي الله أيضا نواف من الكويت تفضل كن رجلا ولا تتغرب كن رجلا ولا تتغرب وتصعي الاتصال يا رجل إن الجاهل هو عمر عندما قال لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لك تبتو لا سمحت يا شباب أغلقوا عنه ولا دخلوا لا 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 هذا جاهل سيفيده بجاهله أنا أريد هذا غبي مش فاهم تكلمنا على النسخ مش فاهم معنيش نسخ وعمر لما قال بذلك بيّن أنها منسوخة تلاوة لكن الحكم موجود وقد قام على المنابر وخطب الناس بذلك وقال رجم النبي ورجم أبو بكر ورجمته لو أراد أن يفهم فضيلة الشيخ لا استفدنا له في الشرح لكن الهدف النهائي عنده أن لا يفهم وأن يغلوش وأن يضيع فوائل أعرف أعرف لكن هو أيضا يكشف جهلة للناس وغباؤه وأيضا سؤادبه كن رجلا أنت رجل يا متخلف يعني أنت لا تعرف شعر القرآن لا يجعل فعلها الله يقول إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لحفظون محكمة في آيات الله وخبيث تقول بأن القرآن محرف يعني بتقول لربك أنت كذاب بتقول لربك أنت كذاب لأنك قلت للناس وضللتهم إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لحفظون حاشا لله ناقل الكفر ليس بكافر لكن هذا قولهم معنى أنك تقول بأن القرآن محرف أنت في هذه الآية ماذا تفعل فيها ماذا تقول تكذب الله وداخلته كلها فضيلة الشيخ لتقعيد أن القرآن محرف هو هذا بيقعد للكفر ويحسب أننا سنسمي علي وين أن يلقي الكرة في باب أن السنة هم من قالوا بأن القرآن محرف فلماذا تلوموا عن الشيح سبحانه رب العظيم فهناك تكمل للفيديو صحيح البخاري الطبع المعروف الصحيح الطبع الحجرية في باب الأحكام أنه شو باب الأحكام طبعا هنا باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء طبعا عن أكرمه قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد أو زناء وسرقه وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجلا من المسلمين بعث ما علي صدخت قال عمر لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي يا شيخ إذا كانت هناك نسخ في الحكوم فالمفروض الآية موجودة بالقرآن على حد قول عمر وإذا كان هناك نسخ في التلاوة فلماذا عمر يريد أن يكتبها بيده في القرآن ويخاف من الناس لا يخاف من الله إذن من يوصب بالجهل والغباء ليس أنا وإنما القائل لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي عمر قال وليس أنا والناقل البخاري فلماذا تخدع الناس وتخدع نفسك كم من الفيديو عملي كم له أبو علي من العراق تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته عمر هو الذي قال لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي يعني هي كن رجل كن رجل ولا مرة واحدة ولا تكون فرار كعمر كنك علي بن أبي طالب كرار نحن شيعة علي بن أبي طالب الذي عندكم ريخ ريخ صرق من الخلافة ومش قادر يتكلم يتجوزوا بنته ومش بيستطيع يعمل شيء وكسروا دلع فاطمة ومش قادر يدفع عن نفسه وعمر جابته لقاء وعمر مظاهرة قدرة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلغي الوصاية والزبير ما بيحميش ابن عمته وابن عباس والعباس ما يحموش ابن أخيم وعلي بن أبي طالب واقف بيتفرق حيدرة وخايف من عمر وخاف ما يباك يا شويت كذبة يا سفلة يا كفرة وعمتم في هذا الباب تقول لكم الرجل هو أعموه بخطاب يقول بذلك حسين من العراق تفضل السلام عليكم وعليكم السلام عليكم فضيلة الشيخ أرجو أن تستقر وتهجأ قليلا وأقول هذه الأبيات الشيخ ولا تخشى منها أولاد حقيقة أحسنت أحسنت الله يعلم من هم الجهالة ولو أعطاك ربك ما تمنى أجاد القلق في عظم ليوري عمر على ما يقول يا شباب هو يريد أن يشتم فضيلة الشيخ وهو الذي دخل معنا في أول الحلقة لا أعطي له فرصة كي يرمي باطله ويسعب هؤلاء لا يريدون سجالا أو لا يريدون مناظرة أو يريدون تبيان الحق البعض ختم الله على قلوبهم يريدون أن يكون لشبه كي يضلوا نفرا وكي يضلوا آخرين في فضلة الشيخ